اشتركوا في القناة لتركيز الاهتمام الدولي على مواجهة خطر اعادة تموضع التنظيم في القارة وقال موقع الـ 360 المغربية ان الاجتماع الذي سيترأسه وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطا ونظيره الامريكي انتوني بليكن سيشهد مشاركة ممثلية اكثر من 92 بلدا ومنظمة دولية وارضح المصدر ان الاجتماع الحاسم ستحضره شخصيات من الصف الاول في دول العظمى والبلدان الافريقية وسيلتقي اعضاء التحالف الدولية ضد داعش في مراكشة بهدف بحث سبل العمل والتعاون على التصدي للتهديد الارهابية واشكاله واهدافها في وقت فقد فيه تنظيم داعش المتطرف الكثير من قوته ونفوذها ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع اعادة انتشار المنظمات الارهابية في العديد من الدول الافريقية وهو الامر الذي يحذر منه الخبراء معبرين عن خشيتهم من ان تصبح القارة بؤرة جديدة لتوسع داعش ونقل موقع 360 عن مصدر مطلع قوله لقد حققنا بالتأكيد نجاحات كبيرة ضد داعش في سوريا والعراق لكن الحرب لم تنتهي بعد وعلى العكس من ذلك فنحن نشهد اعادة انتشار لداعش لاسيما في افريقيا هذا وافدة صيق كشف موقع شيهاب بريس الجزائري انه من المنتظر ان يكلف الرئيس الجزائري وفدا جزائريا للحضور لهذا الاجتماع رغم اعلان الجزائر قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب اهميته خاصة انه مخصص ضد الارهاب الذي يهدد الحدود الجزائريا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء